ما هي الحمادي المصبيب على فريد عباس عدية إيسا اليوم؟ والله يا سيح حمادي عمره مكان حرب حرب الوحيدة بتاع سيح حمادي في تعطيك سراح متكسكوب بيسيش حرب الوحيدة ما بين سيح حمادي لقد تعطيتني شي حسنت اليوم متحفظ باش الحرب الوحيدة ما بين سيح حمادي وفريد عباس تشعر حفوا الناس أنا هو السيدة داع الخاتة الميدان عمسي نادي في نادي الفريق فريد عباس لعمره نهار أعطاه لنادي الفريقه فلوس الشكول كان يعرف فريد عباس لو لا ندلي فريق او ندلي فريق عرفت بالكل عرف بكل سمع به عرف بكل لك سمن الزحات وعطات ومدلت وتجلي اليوم الى هذا من الكرش الجميل بالنسبة لي فريد عباس ووحده نبس عليه وربي يتم عليه ينجم يخلص كريدي تاندلي فريق امنوني يا ناس فريد عباس ينجم يخلص 13 مليار تاندلي فريق ينجم يخلص فريد عباس عليش كل عام يعطي كنت احسابه سيحامادي تلقى عطيت 100 مليار حتى يخلصوا بعد يراجع فلوسه كل عام يخلص مونطوم يعطي ما تصبح حاجة كما هاك وضعية سعيبة برشا قادل الفريق يحدى بها اليوم سيحامادي يقول هذا الشركة مهيش ملك رأي ملك معناه ناس فرانسيسة من مليون خاص معناه ما عندوش والله انا مش ادخني بجزء خاتل قدل فريد عباس ينجم حتى حمادي يبس فريد عباس ينجم قدل عمره معطا كي عمل لطخة بلطخات هذية تقعدوا تاريخيا في الافريقية اللي نقصد لك يا اسلام تجر فيها انت الكلم صحة ليك مقويك حسينوك ومقولك شيء قوى الرب ما السؤال يستخدمي انا قدلت لك فريد عباس لو عمره معطاني بعتشنا الافريقي سيحامادي مستفع لو كان هو يعطي مرة بارك السيدي وليه قالت يمسي حمادي بره قوله اخويا والله انتع ذا موسيبيق موسيبيق على السؤال بتاعك يا اسلام معناها بالنسبة فريد عباس شد رئيس الناد الفريقي هو رابح ليس الناد الفريقي رابح فريد عباس تعرف في البلاد فماش الناس اللي بس عليها في تولس دين ملياردير فماش في تولس تعرفهم حد عليش تعرف فريد عباس انت عليش تعرف حمادي مصري اخلوب افريقيا اخلوب افريقيا انا عرفت النادي الفريق ما هو اسبب الخلاف بينهم النادي الفريق هو انتوقف انه ليس خلاف شخصي لا لا فهم خلاف شخصي والله شخصي لا والله يا اسلام انا اقرب واحد سي حمادي اللي عنده خلاف مع فريد عباس شخصي هو خلاف في النادي في تسيير النادي في الدوليب النادي في منعنش انا اختلي سي حمادي يقول لك انا بس نقطع تكون حزاب معايا بس نقطع روحي واحد يقول لك اخويا باش قام انا باش قام بتسمي انت عني فريق كما يقول عجبني في كلمة سي حمادي كبارات النادي فريق كبارات في العمر اخويا بس قبارات